أهلا بكم من جديد أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن الربع الثاني من العام 2017 حيث يشتمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير بالإضافة إلى الميزان التجاري المزيد من التفاصيل مشاهدين في التقرير التالي ذكر تقرير إحصاءات التجارة الخارجية عن الربع الثاني من العام الجاري ارتفاع الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات بنسبة 21% وبلغ الميزان التجاري 641 مليون دينار مسجلا ارتفاعا في قيمة العجز في الربع الثاني من عام 2017 وبالنسبة للواردات خلال الربع الثاني فقد ارتفعت بنسبة 8% وبلغت نحو مليار ومئتين وخمسة وسبعين مليون دينار مقابل مليار ومئة وستة وسبعين مليون دينار لنفس الربع بالعام السابق وبحسب التقرير تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت مائة واثين وخمسين مليون دينار تليها الامارات العربية المتحدة بقيمة مائة وثمانية وعشرين مليون دينار بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت 88 مليون دينار وأما بالنسبة للصادرات وطنية المنشأ فقد ارتفعت بنسبة 4% وبلغت 507 ملايين دينار مقابل 488 مليون دينار لنفس الربع من العام السابق واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ البالغة 122 مليون دينار تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 77 مليون دينار بينما تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة 61 مليون دينار أما فيما يخص إعادة التصدير فقد انخفضت قيمة إعادة التصدير بنسبة 21% وبلغت 125 مليون دينار مقابل 159 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير التي بلغت قيمته 54 مليون دينار تليها الصين بقيمة 21 مليون دينار ومن ثم تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة تصديرها 15 مليون دينار